أنتم الآن في نشرة الموجز قالت جمعية أطاك المغرب إن الدولة المغربية تعمل على ضبط الوضع الاجتماعي المتفجر بسلسلة إجراءات تزاوج بين استهداف الفئة الأكثر فقراً بسياسة دعم محدود تخلق أوهاماً بإمكانية تحسن الوضع واستعمال القمع لكبح موجات النضال العملي والشعبي والاستهداف المناضلين والمناضلات بالمتابعات والاعتقالات واعتبرت الجمعية في البيانة الختامين لجامعتها الصيفية أن الدولة تريد التكيف مع الأزمة العالمية باستغنال ما تفرزه هذه الأزمة لصارح الرأسمان المحلي والأجنبي ونددت بتسارع التفكيك الوظيفة العمومية التي تقوم به الدولة بشكل خاص في التعليم والصحة وتعميمها لخصخصة الخدمات العمومية عبر تحفيز ضريبي وإعانات أي جعل هذه الخدمات سلعا ترتبط الاستفادة منها بالقدر على الأداء مما يحرم أغلبية المغارب الفقراء من تعليم أولادهم هنو الحصول على العلاج والأدوية وانتقدت الغلاء الفاحش لأسعار مواد السلاك الأساسية المتفاقين بتفكيك صندوق المقصة وتوجيه الانتاج للتصدير وخصخصة الخدمات العمومية في وقت يزداد فيه انخفاض الدخل ويتوسع الفقر لدى الفئات الشعبية قررت جمعية هيئة المحامين بالمغرب مساء اليوم الاثمين توقف عن العمل عن المساوى الوطني لأيام الثلاثة والأربعة والخميس 23 و24 و25 من شهر يوليوز الجهري رفضا لتحديل مقتضاية مشروع قانون المسطر المدنية بصيغة مشوهة ويأتي هذا القرار احتجاجا على التراجعات الخطيلة التي تمس بحقوق المتقاضين والمكتسبات الدستورية والحقوقية والأمن القانوني والقضائي وأكد المكتب على ضرورة مراعاة التحولات الإيجابية التي عرفتها المملكة في مجال حقوق الإنسان خاصة بعد دستور 2011 وذلك في جميع مراحل إهداد القوانين ويرى المكتب أن مشروع 2023 تضمن تراجعات خطيرة تضر بحقوق المتقاضين وتقود المكتسبات الدستورية والحقوقية وتخيل باتزامات المغرب الدولية وكان مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد عبر عن استغرابه من إصرار الحكومة على تمرير مقتضاية المشروع رغم مساسه الخطر بالمكتسبات الوطنية في مجال العدلة وشديدا على أن هذه التراجعات ستخيل بالأمن القانوني والأمن القضائي وستعيق سير العدلة وسترحق أضرارا جسيمة بالاقتصاد ومناخ الاستثمار ودع المكتب الحكومة إلى التراجع عن المقتضاية غير الدستورية في المشروع وأعلن عزمه اتخاذ كل الخطوات المناسبة للتصدي لهذه التراجعات وصفت شبيبة العدل والإحسان الحكم الصادر في حق كاتبها العام بالانتقامي والظالم بسبب مواقفه السياسية ونشاطه الحقوقي البارز دمن سلسلة التضييقات التي يتعرض لها الكاتب الوطني لشبيبة العدل والإحسان وعضو الأمان العام للدائرة السياسية الدكتور بوبكر المنخاري بسبب مواقفه السياسية ونشاطه الحقوقي البارز سواء ما تعلق منها بقضايا الشأن العام المغربي أو المتعلقة بمساندة فلسطين ومناهضة التطبيح وقالت إنه تم صبحت أمس الاثنين الحكم على الدكتور بوبكر المنخاري بعشر أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها خمسة ألف درهم وتعويض خمس وعشرون ألف درهم في ملف فارغ يفتقد لأي سند قانوني من أجل متابعته أصلا فضلا عن إدانته حكم ظالم فضح بشكل مكشوف الخلفية السياسية لرغبة المغزن في الانتقام من الدكتور الونخاري وأكدت في بيانها بأن هذا الحكم في حق الكاتب الوطني لشاببة العدل والإحسان وعضو الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومراهضة التطبيع الدكتور بوبكر الونخاري يأتي في سياق حملة تيداف ممنهج تطال أصحاب الرأي الحر بالمغرب حيث شهد شهر يوليوز الحالي فقط مسلسلا من المحاكمة الظالمة التي تفتقد فيها كل شروط العدل في سياق مطبوع بتصاعدا للمقاربة القمعية الأمنية وتغولا يوظف مؤسسة القضاء التي يفترض فيها الاستقنالية وضمع حقوق المواطنين وطالبت بإطلاق سرح جميع المعتقلين السياسيين وإنهاء مسلسلة الاعتقالات السياسية والحملات التشهيرية والكفع التوظيف مرفق القضاء لتصفية الحسابات السياسية مع المعارضين وشددت على أن الاستمرار في تلفيق هذه التهم والملفات الفارغة دليل كافي على حالة الإفلاس الأخلاقي والانسداد الأفق السياسي الذي وصل إليه الوضع حجزت محكمة الاستناف بالدار البيضاء أمسا الاثنين ملف المرشط الإذاعي محمد بوسفحة المعروف بمومو وباقي المتورطين معه في قضية الصرق المفبركة على المباشر للمدولة والنطق بالحكم يوم الاثنين المقبل التاسع والعشرين يوليوز الجاري وكانت المحكمة الانتدائية الزجرية بعيس باف الدار البيضاء قد أدنت في وقت سابق المنشط الإذاعي محمد بوسفحة الملقب بمومو بأربعة أشهر حبس نافذة كما أدنت الهيئة ذاتها أحد المتهمين بخمسة أشهر حبس نافذة والمتهم الثاني بثلاثة أشهر حبس نافذة للتوصل لجديد الأخبار تابعونا على صفحاتنا بمواقع التواصل الاجتماعي